يعني نقدر نقول يا دكتور سمير ان احنا دلوقتي او نقدر نوضح برضو للشعب المصري ان احنا الموضوع ما انتهاش انتو بس لما التزمتو احنا الموضوع يتحسن لكن لو فرضنا يعني في بعض الناس ممكن تعتبر ان الموضوع انتهى فيبدأ بخاس يقلع الكمام بقى ونخرج ونسلم ونبوس وندري خاصة بالكمام اه لا نور عليك لا 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 كلامنا طبعا كلام بتساتك مهم من انتو ممكن نرجع نوصل تاني لنفس اللي كنا فيه اه ما ينفعش ان انا ارتزم وانا رايح المسافر الاسكندرية او الغرداءة بالسرعة المزبوطة ونكون مسح صح وفايق نص الطريق والنص التانية ناموا وانت هتعمل حدثة اه هتضيع فيها هتضيع هتضيع فاحنا بنقول انه هو احنا اعتدنا على انه يكون فيه نظام ويكون فيه تباعد وانه يكون فيه كذا انا عايز افهم حاجة بس سؤال لكل مشاهدينا المصريين الجمال يعني هل القرارات اللي تلعب ما تسمى بقرارات يعني موجهة كورونا هل فيها نوع من العبء على الناس انها تعملها وانها سيئة في شيء يعني قلت للناس اطلعوا في الشارع ملط لا انا بقول لهم حطوا كمامة بالزبط حاجة طبعي قلت للناس حطوا طين على جسمكو لا بقول لهم ادرسلوا اديكو وانضفوا اللي هو شيء الطبيعي اللي مفروض اصلا كورونا مشكروننا احنا ده الطبيعي بتاع صحيح هل انا بقول للناس كل واحد يقابل واحد في الشارع يروح عبط وروح بايس فيه من جميع الجهات لا بقول لهم اوقفوا القبولات دي كلها كانت سلوكيات سلبية يا جماعة صحيح فالسلوكيات السلبية دي فرصة ان احنا نقلع عنها وفي نفس الوقت ان احنا يبقى فيه نوع من المكاسب من هذه اللي احنا نعم نعم